موسيقى 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 السادس علي بخليفة بن محمد بن شاهد المرر متابعا لهذا الانطلاق ومع المركز السابع وصل ناصي وصل ناصي مع المركز السابع مبارك بن راشد بن سبت الاخيلي مقدما لتحديات ناصي اللي بدأ يتسلل مع المراكز المتقدمة ومع المركز الثامن الثامن التحديات الشهم لعلي بالدعبة بالسعيد بالزفنة العفاري دور دور المركز التاسع والقدوم في هذه القدوم في هذه اللحظات مع امطفي حمد بن قريع بالروس العامري ينطلق ايضا مع امطفي مع المركز التاسع وعاشر الانطلاقات نختم ندانا مشاهدين متابعين الكرام مع تحديات شاهين لمحمد بن مواجد بن سالم الغربي الشامس يتقدم على مستوى المركز العاشر هذه النتيجة هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام للعشر الاسهام المتقدمة بهذا الشوط شوط الختام شوط الختام لنعود مع الصدارة مع الكوكبة الثلاثية مع الكوكبة الثلاثية اللي تنطلق بناموسي هذا الشوط والتحديات الحاضرة مع هذا المسار المتميز الصدارة والمقدمة ومربك من قاد المجموعة مربك من انطلق بالصدارة بهذا الأداء المتميز عمير بصغير بن قنون بن محمد بن يراد الاكتبي من ينطلق بناموسي هذا الشوط ولكن القصورة مع المركز الثاني سالم بن محسن بالويهي العفاري متابعا لهذا الانطلاق ومع المركز الثالث نتابع تحديات شقر صالب بن محمد بن عضيلي العامري من يقدم شقر على مستوى المركز الثالث الثلاث المراكز الأولى اللي بتعده اللي بتعده بتعاد كلي عن بقية المراكز مع هذه التحديات الثلاثية الواضحة على المقدمة والصدارة بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرد تسهل للشهم ومحمد بن عبيد بن حلوس العامري يقدم تحديات الشهم مع المركز الرابع خامس الانطلاقات المركز الخامس وصلت الأسامي في هذه اللحظات نتابع شعار رحمة بن سلطان بن رشيد مع رعد من ينطلق بدوره مع المركز الخامس ومع المركز السادس وصل في هذه اللحظات ناصي مبارك بن راشد بن سبت الأخي يقدم يقدم تحديات ناصي على مستوى المركز السادس سابعاً من الجانب الآخر من الجانب الآخر مطفي حمد بن قريع بن روس العامري يتقدم على مستوى المركز السابع ومع المركز الثامن وصلت الأسامي شاهين حميد بن سالم بن سعلوب الدرعي يقدم شاهين الانطلاق على مستوى المركز الثامن تاسع الانطلاقات الشهم علي بالدعفة بسعيد بالزفنة العفاري ومع المركز العاشر المركز العاشر من الجانب الآخر القدوم في هذه اللحظات مع سرمد لمحمد بن سالم بن عود العامري يتسلل سرمد مع المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام أكملنا النتاء الثاني للعشر المراكز المتقدمة في ختامي في ختامي هذه الأشواط الصباحية الجميلة والرائعة شوط من أشواط الانتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر لنعود مع الصدارة مع البداية والمقدمة وأرهناك اللي اللي على رأس الحرب من يقود هذه الجموع مربك اللي أربك صفوف المقدمة انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة عمير بصغير بن قنون من يقدم مربك على الصدارة والمقدمة ولكن القسورة مع المركز الثاني سالم بن محسن بالويهي العفاري يقدم يقدم تحديات القسورة مع المركز الثاني المركز الثالث وصلت إلى سامي أو ناصي ناصي يصل مع المركز الثالث مبارك بن راشد بن سبته الأخي لتقدم مع الشهم مع المركز الرابع محمد بن عبيد بالحلوس العامري ومن الجانب الآخر مشتاق لحمد بسعيد بسريم الاكتبية تسلل أيضا بأول ندى يخترط الصفوف ينطلق مع المركز الرابع خامس التحديات مطفل حمد بن قريع بالروس العامري يتقدم على مستوى المركز الخامس سادس التحديات الشهم محمد بن عبيد بن حلوس العامري ومع المركز السابع من الجانب الآخر زيزوم محمد بن عبيد بن راشد المهير وصل أيضا وصل شاهين لعلي بن محمد بن سالم لوهيبي يتقدم يتقدم بهذا الانطلاق المتميز تاسعا من الجانب الآخر شاهين نحمد بن سالم بن فعلوب الدرعي ومع المركز العاشر شعار بالعود العامري أيضا ينطلق بهذا الأداء المثير وبهذا العرض المتميز هذه النتيجة هذه النتيجة النداء الأخير للعشر المراكز المتقدمة حيث أن بدنا نعادل لوحة الإعلان الألف والميتين ما تبقى عن خط النهاية الصدارة والمقدمة ومربك مربك على المقدمة مربك على الصدارة يقود هذه الجمعة منذ البداية أعمير بصير بن قنوني نكتبي يقدم تحديات مربك القسورة مع المركز الثاني سالم بن محسن بالويهي العفاري والقدوم أيضا مع ناصي لمبارك بالراشب بالسبت الأخيلي ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر الأسم القادم في هذه اللحظات مشتاقة حمد بسعيد بسريم الأكتبي اللحظات الأخيرة والتقدم التقدم لمشغل بشعر خلفان بسعيد بخلفان المقيم يتسلل في هذه اللحظات ومن الجانب الآخر شاهين من بدأ يتسلل بشعر حميد بن سالم بالثعلو بالدرعي انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة قاد المجموعة قاد المجموعة في اللحظات الأخيرة مربك مع المركز الثاني يتقدم أيضا عمير بصير بنقنوني نكتبي المركز الثالث المشعل لخلفان بسعيد بخلفان المقيمي ما شاء الله والاسم القادم مع المركز الرابع مع المركز الرابع نتابع نتابع مطفي حمد بن قريع بن روس العامري ولكن شاهين هو الأقرب لناموسي هذا الشوط مربك يحاول اللحظات الأخيرة شاهين ومربك ولكن شاهين شاهين هو الأقرب سلام القوع سلام تهانين الحميد بن سالم بن ثالث على فوز شاهي بن المركز الأول المركز الثاني مربك أعمير بن صغير بن قانون المركز الثالثي آتي زيزوم محمد بن عبد بن راشد المهيري المركز الرابع مطفي حمد بن قريع بن روس العامري المركز الخامس مشالح حلوان بسعي بن خلفان بن حمود المقيمي هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة نعود بالتوقيت الزمني نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية ياتي بتوقيت زمني مقدارة 9 دقائق 12 ثانية بالوفاء والتمام تهانين اللحميد بسالب بثعلوب الدرعي والسلام الرقاعات السلام بينما اللي وصل مع المركز الثاني مربك ياتي بتوقيت زمني مقدارة 9 دقائق 12 ثانية 24 زامن الثانية تهانين الأعمير بصير بن قنون بن يراد الاكتبي واللي وصل مع المركز الثالث مشاهدين متابعين الكرام هذه لحظات وصول المركز الثالث ياتي ايضا زيزون بتوقيت زمني مقدارة 9 دقائق 15 ثانية بعد زامن الثانية تهانين المحمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهيري تهانين للجميع والناموس والى ملخص سباق هذا الصباح مع الزميل حمد بضبيب الشامس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة